مياه عذبة وخضرة لا متنهية وتاريخ عريق عناصر من بين أخرى تجعل من حاضرة شفشاون جوهرة سياحية لا تقارن اعتادت المدينة الزرقاء على استقبال ديوف مغاربة وأجانب على مدار السنة لكن الجائحة الكونية أدخلتها في عزلة ازدادت معها خسائر مهني قطاع السياحة أكبر المتضررين من تداعيات الفيروس نحن ادررنا العجلة الاقتصادية وقفت كنظن في الإقليم 80% ديال الناس عيشة مسياحة سوالبدا المساعدة ديال السلطات ديال الوزراء الواصية يكون واحد نوع من الوضوح ورؤية باش ممكننا نخدمه كينا لدينا كامبانة بروموسيون ربديناها كل شيء عادين قسم الثامن طبعا كينا لدينا كامبانة دياليباك حلول المنتظر لإنعاش قطاع يساهم بأزيد من 10% من الناتج الداخل الخام في وقت تشير فيه الأرقام إلى تراجع عدد السياح خلال الأربعة أشهر الأولى من العام بـ 45% وانخفاض عدد الليالي المبيت بنحو 43% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي شفشاون كوجهة سياحية تعيش من السياحة منذ إغلاق الحدود، إغلاق الفدادق، المطاعم، المقاهي كل هذا كان له تأثير كبير على الأنشطة والحركية الاقتصادية بالمدينة أول قطع تضرر وآخر قطع سيسترجع مثلا حيويته وعافيته ترهن الوزارة الوصية ومهني القطاع على السياحة الداخلية للتخفيف من الخسائر المسجلة في مرحلة ما بعد انتهاء الحجر الصحي دائما تكون عنا الوقاية وبالكمامة وذا بقى أنا أبقى كنت في العجر الصحي وقلت يومان خروج حيث اشتوحيت متصارف الشاون أختي تكون عنا الوقاية بيش نتغلبوا كاملين بنا على هذا المرض بين انتكاسة قطاع يشكل أحد أهم مصادر العملة الصعبة في المغرب وبين انتدارات مهنييها يزداد أمل وشوق المغاربة في معانقة الطبيعة ولو بعد حين فدو المرابط قناة الغد من مدينة شفشاول